السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري أهلا بكم في حلقة مهمة جدا 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 من مادة إدارة المشروعات لشعبة إدارة طيب الحصة اللي في أول من الحلقة اللي فاتت كنا بنراجع مراجعة ليلة الامتحان احنا إن شاء الله بإذن الله عندنا مراجعة النهار ده برضو مراجعة مهمة جدا ليلة الامتحان وبإذن الله مش عايزك تقلق من أي حاجة أنا معاك حتى إن شاء الله بإذن الله ليلة امتحان المشروعات اللي هي هتكون أول مادة في المواد النظر هنبقى مع بعض إن شاء الله هنبقى عاملين مراجعة كاملة عملي ونظري لأهم الحاجات المتوقع بإذن الله إن شاء الله في الامتحان بتقلعش من أي حاجة مادة إدارة المشروعات مادة جميلة حل امتحانات من السنوات السابقة شوف المسائل اللي وقفة معاك احنا رطينا اكبر قدر منها لكن لو في عندك اي سؤال ايه اللي حيبعتهنه احنا باذن الله معك مش عايزك تقلق مادة ادارة المشروعات من المواد اللي ممكن تتقفل يعني جيب فيها ان شاء الله خمسين من خمسين المادة بتيجي في الامتحان عبارة عن ايه عبارة عن صح وغلط اختار من بين الاقواص اكمل ومعها طبعا بعض الحالات العملية اللي هنتكلم عنها مادة باذن الله هنحاول نغطف الحلقة دي بعض النقاط ده هنستكمل الحلقة بتاعت الاسبوع اللي فات في مواجهة المشروعات هنستكملها والنهار ده نعملك نموذج للمتحان بيجي شكله ازاي طبيعة الاسئلة بتيجي ازاي وانا جاوب ازاي وطبعا احنا مش هنجاوب بس احنا هنجاوب وهنشرح بعض الطلبة بعتوا واستفسروا على بعض الاسئلة واحنا بنشرح وبنراجع ان شاء الله باذن الله هنوضحها لكن المطلوب منك معدش وقت خلاص الامتحانات على الابواب ان انت تزاكر وتجتهد ما تضيعش تعب سنة في الفترة دي اجتهد الامتحانات باذن الله هتيجي في متناول الطالب ما تقلقش خالص وحل الامتحانات من السنوات السابقة واي سؤال او اي مسألة تعرفش تحلها بعت لنا واحنا كلنا هنا في خدمة التعليم الفني والطلبة نبدأ مع بركة الله كده باستكمالا للحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على بعض النقاط اللي بجينا فيها يتاكمل او صح وغلط او بجينا مصطلح نبدأ مع بعض كده اول نقطة وهنشرحها برضو اول نقطة بتقول ايه اذا كان العائد المحاسبي اكبر من سعر الفايدة يعتبر المشروع مقبول اقتصاديا طيب هي الجملة دي معناها يا مستر احنا بنقول ايه احنا عندنا دلوقتي لو انا عملت مشروع بيديني عائد محاسبي لو حطيت فلوسي ببنك ببقى في سعر الفايدة السائد في السوق فالجملة ببساطة جدا بتقولك اذا كان العائد المحاسبي بتاع المشروع ده اكبر من سعر الفايدة السائد في السوق هنا المشروع يعتبر ايه مقبول اقتصاديا تاني تاني للناس اللي مش فهمها واضحها تاني بيقول اذا كان العائد المحاسبي عائد المحاسبي اللي هو المشروع جايب لك رقم اكبر من سعر الفايدة السائد في السوق هنا المشروع ايه مقبول طب دي بتجي في الامتحان ازاي ده بتجي بتقبرة جدا كتير جدا في الامتحانات يجي يقول لك ايه ممكن يجيبها لفظي او في هيئة مسألة لفظية بمعنى ايه لو جابها مسألة لفظية هيجي يقول لك اذا كان العائد المحاسبي 15% وسعر الفايدة السائد في السوق 10% وبينكو سين كده يعتبر المشروع مقبول او مرفوض انا اختياري بيكون بناء على ايه والله لو عائد العائد المحاسبي اكبر من سعر الفايدة يقبل المشروع اما اذا كان العائد المحاسبي اقل من سعر الفايدة يتم رفض المشروع طيب لك تجينا ازاي برضو ايجي يقول لك اذا كان العائد المحاسبي 12% وسعر الفايدة 15% من هنا الاكبر بص كده شوف من الاكبر لو تلاقيت العائد المحاسبي اكبر يبقى المشروع مقبول اقتصاديا اما لقيت العائد المحاسبي اقل من سعر الفايدة يبقى المشروع هنا مرفوض اقتصاديا في الامتحان او الاختبار اللي احنا جايبينه جايب عليها انا حالة عملية هنبقى نوضحها بالتفصيل النقطة اللي بعد كده بتقول ايه نقطة التعادل تحدد الحد الادنى لحجم الانتاج تاني نقطة التعادل تحدد الحد الادنى لحجم الانتاج دي بتجينا صح وغلط او اختيام او اكمل يقول لك نقطة التعادل تحدد الحد نقط اه الادنى مش الاقصى او يجيب عليك صح وغلط يقول لك نقطة التعادل تحدد الحد الاقصى لحجم الانتاج طيب عشان نفهم يعني ايه الحد الادنى لحجم الانتاج هو يعني اصلا نقطة التعادل نقطة التعادل دي عبارة عن إيه نقطة التعادل هي النقطة التي يتم فيها تعادل الإرادات مع التكاليف تاني نقطة التعادل هي النقطة التي تتعادل فيها الإرادات مع التكاليف يعني إيه النقطة دي لو أنا بنتج وطبعاً بيبقى عندي بجيبها بالكمية أو بالقيمة في الحالة العملية في المسائل يعني بجيبها بالكمية أو بالقيمة طيب نقطة التعادل يعني ايه النقطة اللي بيتعادل فيها الابادات مع التكلفة الابادات مع الايه مع التكلفة وطالما حصل التعادل يبقى هنا الارباح مفيش الارباحنا بتساوي سف طبعا اعمل ايه ابقى نقطة التعادل دي بتحددلي الحد الادنى اقل انتاج انتجه عشان بعد كده ابتدي اكسب يبقى الحد الادنى ده قال لي حاجة ما هو قال لي حاجة ليه قال لي حاجة لان احنا بنقول نقطة التعادل يتساوي فالاباد مع التكاليف لاتنين تسوي مع بعض عشان أنتج وكسب لازم أنتج فوق نقطة التعادل فوق نقطة التعادل عشان كده بنقول نقطة التعادل بتحدد الحد الأدنى لحجم الإنتاج ونقطة التعادل خلي بالك بتجيلك في المسائل يا إما بالكمية يا إما بالقيمة وخلي بالك من التمييز إزاي خلي بالي من التمييز خلي بالي من التمييز لأن الكمية تمييزها إيه واحدة اما القيمة قيمة التعادل تمييزها جنيه طب هي هتفرق يا مستر طبعا هتفرق جميد جدا ليه هيجي يقولك يجيب لك مسألة لو انت عارف ان كمية التعادل تمييزها واحدة وجايب لك اختيار واحدة وجنيه حتى المسألة انت مش عارفها لكن جايب لك الاختيار واحدة وجنيه طب ما انت عارف ان الكمية تمييزها ايه برافو واحدة اما القيمة تمييزها جنيه طيب كمية التعادل كنا بنجيبها ازاي افكرك بنجيبها ازاي كمية التعادل بتساوي التكاليف على سعر بيع الوحدة نقص التكلفة المتغيرة للوحدة طيب تعال مع بعض كده نشوف النقطة اللي بعد كده مراحل تقييم المسرور عندنا طبعا احنا عندنا حاجة سؤال اساسي اسمه مراحل المسرور عموما ما تفرق ما بين مراحل تقييم المسرور ومراحل المسرور مراحل المسرور خمسة نفتكرها كده مع بعض تاني مع بعض كده هنفتكر مراحل المسرور خلي بالك معايا ده سؤال مقالي مهم جدا ما هي مراحل المسرور عندنا خمس مراحل المسرور أولى مراحل وخلي بالك أنا هقولهم إزاي عشان أقولك الأسئلات تيجي عليهم إزاي أولى مراحل المسرور مرحلة تحديد المسرور التانية إعداد المسرور التالتة التقييم قبل التنفيذ الرابعة مرحلة التنفيذ المرحلة الخامسة التقييم بعد التنفيذ نقول تاني مراحل المسرور تبدأ مرحلة المشروع بمرحلة تحديد المشروع والمرحلة اللي بعد التحديد اعداد المشروع لازم وانا بذكر السؤال ده تخلي بالك ما تحفظ ذكره وانت فاهمه يعني ايه اصلا ممكن يجي يقولك ايه تبدأ مرحلة المشروع بمرحلة نقط وتنتهي بمرحلة نقط يبقى انت المفروض تفاهم المشروع بيبدأ بمرحلة ايه وينتهي بمرحلة ايه طيب بيبدأ بايه وينتهي بايه هفكرك كده بيبدأ أولى مراحل المشروع مرحلة تحديد المشروع يليها مرحلة إعداد المشروع يليها تقييم قبل التنفيذ تنفيذ بعد كده تقييم بعد التنفيذ يبقى دي مراحل إعداد المشروع أما السؤال بتاعنا بقى مراحل تقييم المشروع ده حاجة وده حاجة عندنا بتشمل التقييم المالي والتجاري والاقتصادي للمشروع يبقى لو جالك سؤال اكمل ويقولك مرحلة التقييم تشمل التقييم نقط ونقط ونقط اقول له المالي والاقتصادي والتجاري لو جالنا مصطلح هي المرحلة التي تشمل التقييم المالي والاقتصادي والتجاري يبقى دي اسمها ايه برافو عليكم مرحلة تقييم المشروع طيب تشمل النقطة اللي بعد كده تشمل الدراسة التفصيلية دي كده مكونات الدراسة التفصيلية دراسة تسويقية دراسة فنية دراسة تمولية التقييم المالي والاقتصادي للمشروع هو طب السؤال ده مجاله ايه يعني احنا قلنا قبل كده في المراجعة اللي فاتت ونقول تاني لحد ما تحفظ معانا عندنا دراسات الجدوى دراسة الجدوى الاقتصادية هي وسيلة علمية بيتخذ بناء عليها القرار الاستثماري لتحقيق الاهداف المنشودة للمنشأة ودراسة الجدوى الاقتصادية نوعين تاني دراسة الجدوى الاقتصادية نوعين دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية خلي بالك عشان دي الاسئلة اللي هتيجي او بتيجي زيها كتير في الامتحانات دراسة جدوى مبدئية ودراسة جدوى تفصيلية دراسة الجدوى المبدئية دراسة اولية استكشافية هدفها التأكد من عدم وجود مشاكل هللاقيها كتير في الامتحان مصطلح او اختار من بين الاقواس او صح وغلط دراسة الجدوى المبدئية دراسة أولية استكشافية للأفكار هدف حاجة واحدة بس التأكد من عدم وجود مشاكل أو هي مرحلة وسيطة بين تولد فكرة الاستثمار والدراسة التفصيلية طيب اتأكدت في الدراسة المبدئية إن المشروع ما فيوش أي مشاكل أنقل على الدراسة اللي بعدها إيه الدراسة اللي بعدها؟ ربوا عليكم الدراسة التفصيلية يعني إيه دراسة تفصيلية يا مستر؟ تعريفة مهم جداً وهلقيه برضو متكررة في الامتحانات دراسة تفصيلية هي دراسة كاملة عن المشروع دراسة كاملة عن المشروع توضح أبعاد الفكرة الاستثمارية أفهم من كده إن الدراسة التفصيلية هي التي تهتم بالتفاصيل الدقيقة للمشروع عشان كده لو جالك سؤال صح وغلط وقال لك الدراسة المبدئية تهتم بالتفاصيل الدقيقة للمشروع قل له لا غلط الدراسة المبدئية ما بتهتمش بالتفاصيل نهائياً ولا مبدأ ولا دراسة ولا تفاصيل دقيقة أو غير دقيقة اللي اهتم بالتفاصيل الدراسة التفصيلية طيب ايه هي مكونات الدراسة التفصيلية هو احنا ممكن يجينا سؤال قبل كده سؤال مقالي زي كده طبعا سؤاله هو مما تتكون الدراسة التفصيلية اربع كلمات تتكون من واحد الدراسة التسويقية اتنين الدراسة الفنية تلاتة الدراسة التمويلية اربعة مرحلة التقييم الاقتصادي والمالي للمشروع طب يا مستر هو انا لازم اقولهم بالترتيب اه لازم تقولهم بالترتيب بص عشان تاخد دراقتك كاملة طب ليه بنقولهم بالترتيب اصلهم اساسا بالترتيب يعني ايه بالترتيب في الواقع العملي لازم يتعاملوا بالترتيب يعني انا مش هعمل دراسة فنية الا لما كون عملت دراسة تسويقية مش هعمل دراسة تمولية الا لما كون عملت دراسة فنية طب ليه ده احنا حتى لما بنيجي نقول الدراسة الفنية بنقول كده الدراسة الفنية هي التي حصلت على اكبر قدر من المعلومات او بتعتمد بشكل كبير على المعلومات التي تم تجمعها منين؟ من الدراسة التسويقية ومش كده وبس كمان ده احنا بنقول في الدراسة الفنية تعتمد عليها جميع الدراسات التالية يعني ايه؟ يعني المعلومات اللي هتجيبها الدراسة الفنية هتعتمد عليها بعد كده دراسة الجدوى التمولية ودراسة الجدوى مرحلة تقييم المشروع يبقى لما يقول لك مما تتكون دراسة الجدوى التفصيلية أو الأربعة هلوم تاني ورق أو ألم وكتب الأسئلة دي مهمة جدا 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 مما تتكون الدراسة التفصيلية تتكون من واحد واحد دراسة جدوى تسوئية اتنين دراسة جدوى فنية تلاتة دراسة جدوى تمولية رقم اربعة مرحلة التقييم المالي والتجاري للمشروع تعال مع بعض نشوف النقطة اللي بعد كده مراحل المفاضلة بين المشروعات ازاي مفاضل بين المشروعات عندنا مرحلة البحث والاعداد مرحلة اعداد المشروع مرحلة المفاضلة تاني مراحل المفاضلة مرحلة البحث الاعداد مرحلة اعداد المشروع والمفضلة بين المسروعات أسليب المفضلة أسليب المفضلة ويجي لك أكمل يقول لك من أسليب المفضلة بين المسروعات عندنا تلت أسليب أسليب اقتصادية وفنية ومالية تاني أسليب المفضلة أفضل إزاي بين المسروعات إيه الإسلوب اللي ممكن أستخدمه عشان أفضل مسروع عن مسروع عندنا تلت أسليب أسليب اقتصادية أسليب فنية أسليب مالية طيب برضو من الجمل المهمة اللي بتتقرر كتير في الامتحان سواء اكمل او صح وغلط او مصطلح لم يعد السوق هو المكان وانما مكان تواجد المستهلك اينما وجد الله يعني يا مصطر الجملة ديت ما احنا كنا عافين ان السوق هو مكان تواجد البائع والمشتري تاني تعريف التقليدي او الكلاسيكا او القديم كان بيقول ان السوق هو مكان تواجد البائع والمشتري جلنا الاقتصاد الحديث وعرف السوق بحاجة غير كده قال ايه بقى بص بدأت تعريف ازاي لم يعد السوق المكان يعني السوق ما عادش ايه مكان الله طب طالما السوق ما عادش مكان ومال ايه قالك المستهلك اينما وجد المكان اللي فيه مستهلك اصبح يسمى سوق جملة دي وانت بتحل الامتحانات السابقة هتلاقيها موجودة كتيب جدا هقولها تاني هقولها تاني عشان نوضحها للطلبة اللي مش اغدبها لها لم يعد السوق المكان ما عادش السوق مكان امال ايه السوق اصبح المستهلك اينما وجد المكان اللي فيه مستهلك يبقى اسمه سوق طيب ده هو ده موجود فين ده الكلام ده كله في الدراسة التسويقية هنفتكر مع بعض بعض النقط المهمة جدا جدا في الدراسة التسويقية وانت بنفسك هتبص وانت بتحل هتلاقي الموضع دي متكررة كتير الدراسة التسويقية اول حاجة في الدراسة التسويقية الدراسة التسويقية هدفها دراسة الطلب على منتجات السوق او فحص السوق يعني لو جلنا سؤال صح وغلط وقال الدراسة التسويقية ينتج عنها تدفقات دخلة أو خارجة وإحنا قلنا قبل كده كلمة تدفقات دخلة يقصد بها الإرادات وتدفقات خارجة يقصد بها النفقات طبعا الدراسة التسويقية ما لهاش دعوة ولا بداخلة ولا خارجة الدراسة الفنية اللي لا دعوه بالكلام ده الدراسة التسويقية هدفها دراسة الطلب على منتجات السوق أو فحص السوق طيب برضو من ضمن الجمل المهمة جدا في الدراسة التسويقية التسويق مهم التسويق ايه مهم لدرجة أنه لا يترك لإدارة التسويق فقط العالم الاقتصاد قواتلال قال كده التسويق مهم لدرجة أنه لا يترك لإدارة التسويق فقط يعني ايه التسويق ده حاجة مهمة مش هسيبه لإدارة التسويق فقط كل اللي مسؤولين في المنشأة مسؤولين عن عملية التسويق ادارة الانتاج ادارة المخازن ادارة المبيعات ادارة المشتريات كل دول مسؤولين عن عملية التسويق هقول الجملة تاني التسويق مهم لدرجة انه لا يطرق لادارة التسويق فقط طب يا مستر هل في فرق بين البيع والتسويق اه خلي بالك بقى طبعا في فرق كبير جدا بين البيع والتسويق اولا اول حاجة البيع البيع جزء من التسويق تاني البيع جزء منين من التسويق عشان كده التسويق عام واشمل من البيع طيب تمام هو ايه الفرق بينهم اصلا البيع انا لازم ابيح حاجة موجودة يعني ايه المنتجات موجودة في المخزن ومعدة ليه البيع يبقى ده بيع مش تسويق هم ما للتسويق ايه ده التسويق انا ممكن اسوق منتج اساسا مش موجود يعني بنسمع كلمة التسويق العقاري ليه انا فيها ابن قرية ليس انا ابن نتاش يبقى دي هسوقها التسويق كلمة بيها جدا يبقى البيع جزء منين من التسويق ويه التسويق اعم واشمل من البيع كمان عندنا مفهوم التسويق يعني ايه كلمة التسويق التسويق هنا او المفهوم التسويق ان انا بقدر البي رغبات واحتياجات المستهلك رغبات واحتياجات المستهلك وكلمنا الحلقة اللي فاتت فيه عناصر المزيج التسويقي افكراك فيهم بسرعة كده اربع عناصر المزيج التسويقي ايه هم المنتج السعر التوزيع الترويج تاني عناصر المزيج التسويقي اربع منتج والسعر والتوزيع والترويج المنتج هو السلعة والخدمة التي ينتجها المشروع اما السعر لابد ان يكون مقبول وعندنا طرق تسعير المنتجات او عندنا طرق التسعير او بصعب ازاي عندنا السعر على اساس التكلفة السعر على اساس السوق السعر على اساس المنافسة السعر على اساس الطلبية بس خلي بالك بقى في حاجة نقطة مهمة جدا هوضحها لك بتقولي المقطة دية اذا كان سعر السلعة اذا كان سعر السلعة او السلعة اللي انا بنزلها يعني يوجد مثلها في السوق يعني انا هنزل سلعة يوجد مثلها في السوق فانه يتم تسعيرها على اساس ايه على اساس السوق تاني اذا كانت السلعة يوجد مثلها في الاسواق فيتم تسعيرها على اساس الايه السوق أما إذا كانت السلعة ليس لها وجود في الأسواق أو ليس لها مثيل في الأسواق يتم تسعرها بطريقتين هم الطريقتين دول أول طريقة نسبة الإضافة تاني طريقة على أساس سعر المستهلك يبقى تاني الجملة تاني دي مهمة جدا الجملة بتقول إذا كانت السلعة يوجد مثلها في الأسواق يعني السلعة اللي أنا هنتجى فيه زيها في السوق يبقى أنا لما جا صعر السلعة بتاعتي بصعرها على أساس السوق أما إذا كانت السلعة ليس لها وجود في الأسواق أو ما فيش مثيل زيها فيصعر التسعير بطريقتين يهما الطريقتين دول أول طريقة نسبة الإضافة تاني طريقة التسعير على أساس المستهلك طيب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده بتقول إيه التسويق ده طبعا مفهوم التسويق التسويق هنا معناه هو السعي لإجباع رغبات واحتياجات المستهلك وقلنا لسه أيلين التسويق أكبر من أن يطرق لإدارة التسويق فقط يبقى التسويق مهم لدرجة أنه لا يطرق لإدارة التسويق فقط طيب تعال بقى نشوف شكل الامتحان أو الأسئلة بتجي إزاي في الامتحانات اعتمادا على الامتحانات السابقة هنا بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواص إذا كانت تكلفة الوحدة 3 جنيه ونسبة الإضافة 25% فيكون سعر بيع الوحدة هل هو 3.5% ولا 3.75% والله ببعه جنيه 75% الأول قبل ما نجاوب هو يعني هي مصطر نسبة الإضافة أصلا يعني أنت بتقول لنا نسبة الإضافة يعني هي نسبة الإضافة نسبة الإضافة دي النسبة التي يضفها المنتج النسبة اللي يضفها مين؟ المنتج بيضفها على إيه؟ على سعر التكلفة طب ليه؟ عشان يحقق ربح مناسب تاني نسبة الإضافة نسبة الإضافة هي النسبة اللي بيضفها المنتج على سعر التكلفة ليه؟ عشان يحقق ربح مناسب طيب لما ييجي يقول لك جايب لك مسألة ويقول لك سلعة تكلفتها 3 جنيه يعني المنتج مكلف السلعة دي 3 جنيه وحاطط نسبة إضافة تمثل 25% منين من التكلفة؟ خلي بالك التكلفة هنا تمثل نسبة 100% أقول لك يعني إيه دلوقتي؟ أنا عشان أجيب سعر بيع السلعة مباشرة باخد التكلفة اللي هي كان التكلفة عندك 3 جنيه واضربها في 125 على 100 الله مستر ده ده هو جايب لك النسبة 25 أنت ليه ضربت في 125؟ ضربت في 125 على 100 عشان يجيب سعر البيع على طول إزاي مستر نجيب سعر البيع على طول؟ أقول لك إزاي 25% هو ده اللي عايز يكسبهم أمالي المية دي ده التكلفة بتاعت السلعة أي حاجة كاملة تمثل نسبة تكلفة 100% فأنا لما أجيب لي النسبة مثلا قال لي سلعة تكلفتها 100 جنيه وهو عايز يكسب فيها 20% يبقى أقول له 100 في 120 على 100 الـ 20% اللي عايز يكسبهم بالإضافة ليه التكلفة اللي يتمثل نسبة 100% الناتج بقى يطلع لك سعر البيع المتوقع على طول يعني إيه؟ يعني لو كانت سعر التكلفة هو في المسألة دي قال لك التكلفة 3 جنيه تكلفة كام؟ 3 جنيه ونسبة الإضافة 25% أجيب سعر البيع إزاي؟ ربع عليكم أي نسبة زود عليها 100 يبقى 3 في 125 على 100 هتدينا 3 جنيه 75 قرش يبقى تاني لما يجيب لك والمسألة دي لو أنت بصيت في امتحانات السنين السابقة هتلاقي النقطة دي موجودة في كل الامتحانات يبقى نركز عليها النقطة بتقول إيه؟ هجيب لك سلعة يقول لك تكلفتها كذا ونسبة الإضافة كذا هتسعر البيع هجيبه إزاي؟ هوم قال التكلفة في النسبة اللي مدها لك أزود عليها 100 واضربها يعني مثلا هقول مثال تاني سلعة يعني نبص كده في المثال اللي قدامنا ده إذا كان التكلفة 3 جنيه التكلفة كان 3 جنيه ونسبة الإضافة 25% يبقى هتضرب 3 في 125 على 100 هيديك على طول سعر البيع المتوقع اللي هو 3 جنيه 75 تعال مع بعض نشوف النقطة التانية بتقول إيه؟ بتقول إذا كانت التكلفة السابتة 50 ألف والتكلفة المتغيرة للوحدة 7 جنيه وسعر بيع الوحدة 12 جنيه احسب نقطة التعادل بالكمية طيب المسألة بتقول إيه؟ تاني المسألة عشان نخلي بنا من المسألة ونكتبها إذا كانت التكلفة السابتة 50 ألف جنيه والتكلفة المتغيرة 7 جنيه وسعر بيع الوحدة 12 جنيه فإن نقطة التعادل بالكمية تكون هل هي 10 ألف واحدة ولا 10 ألف جنيه طيب خليك معايا بقى هو أنا مستر ممكن أعرفها كده من غير ما حل المسألة آه ممكن تعرفها كده من غير ما تحل المسألة بس إحنا هنقول لتنين هنقول نحلها إزاي ونقول كمان ممكن أعرفها إزاي من خلال إن أنا محلش المسألة بس عارف نقطة كده فنية أعرف أجيبها بيها هقول لك إزاي إحنا عندنا نقطة التعادل نقطة التعادل من المسألة اللي بتتكرر كتير جدا 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 في الامتحانات بس إنت خلي بالك معايا عشان تفهم أنا بقول إيه نقطة التعادل ديت أبرا عن إيه هي النقطة اللي بيتساوى فيها الإباض مع التكلفة تمام والأرباح هنا طبعا ما فيش أرباح الأرباح بتتساوى سف بجيبها إزاي بجيبها بطريقتين يا إما عن طريق كمية التعادل أو قيمة التعادل طب كمية التعادل دي عبارة عن إيه كمية التعادل عبارة عن التكاليف على سعر بيع الوحدة نقص التكلفة المتغيرة بس أهم من كل ده كمية تمييزها وحدة كمية تمييزها إيه وحدة أما القيمة تمييزها إيه جنيه يعني أنا بجيب نقطة التعادل النقطة اللي بتحطي التعادل مرة بجيبها بالكمية وساعت بطلبها بالقيمة لو طلبها بالكمية أنا كده كده عرفي إن الكمية تمييزها جنيه القانون بتاعها التكاليف على سعر بيع الواحدة نقص التكلفة المتغيرة والنتج لما يطلع بكتب جنبه وحدة ده لو كانت بإيه رفع عليكم بالكمية أما لو كانت بالقيمة بالقيمة التمييز بتاعها جنيه طب قانونها إيه قانونها نقطة التعادل بالقيمة بتساوي التكاليف على شرط تكسر واحد نقص إجمالي التكاليف المتغيرة على إجمالي المبيعات بس الناتج بالقيمة يديني جنيه طب أنا بقول كده ليه هقولك بقول كده ليه نبص تاني كده في المسألة اللي قدامنا هلعف حلها بالقانون طب ما أنا ما قلتش قوانينه هوت دلوقتي ولا شرحت بقية وقلم بس هنحلها مع بعض كده في ثانية من خلال فهمنا إيه نبص تكده في المسألة بتقول إيه تاني بتقول إذا كانت التكاليف السابتة خمسين ألف جنيه والتكاليف المتغيرة سبع جنيه وسعر ببيع الواحدة اتناشر فإن نقطة التعادل بالكمية أنا لسا قيل من شوية الكمية تميزة إيه برافو عليك وحدة يبقى أنا هنا مش محتاجة حل المسألة لو مش طالبها مني ليه لأن أنا عارف طالما طالب بالكمية بقى التميز إيه وحدة وهنا جايب لك جنيه وحدة يبقى الاختيار هيبقى إيه برافو عليكم الاختيار هيبقى عشر تلاف وحدة لكن لو جايالي مسألة واحدة آه هقول خمسين ألف على اتناشر ناقص سبعة خمسين ألف التكاليف السابتة اتناشر سعر ببيع الواحدة سبعة جنيه التكاليفة المتغيرة للوحدة هيديك العشر تلاف وحدة شوف النقطة اللي بعدها أصدر مشروع أسهم ممتازة بكوما اسمية للسهم 220 جنيه والتوزيع المحدد عشر في المية للسهم وصافي كمت السهم 200 جنيه فإن تكلفة الأسهم الممتازة تكون كل اللي أعمله هقوله تكلفة الأسهم الممتازة بتساوي التوزيع السابت على صافي كمت السهم في مية التوزيع السابت على صافي كمت السهم في 100 واختابة اجابة الصحيحة النقطة اللي بعد كده المشروع عندما يكون معدل العائد للمتوسط 9% وسعر الفايدة السائد في السوق 8% يقبل ولا يرفض المشروع تاني المشروع عندما يكون معدل العائد المتوسط 9 وسعر الفايدة 8 يقبل ولا يرفض احنا لسه قلين من شوية قلني ايه قلنا لو معدل العائد المتوسط اكبر من سعر الفايدة يقبل المشروع اما لو العكس لو سعر الفايدة هو الاكبر قلنا قلنا يرفض المشروع النقطة اللي بعد كده يتكون الاستثمار السابت من نقط ونقط من استثمارات ملموسة واستثمارات غير ملموسة طيب اكتب اسم المصطلح المصطلحات دي مهمة جدا ورق او قلم واكتب اسام المصطلحات اللي احنا بنقولها دي اكتب اسم المصطلح قدرة المنشأة على تكييف هيكلها المالي مع الاحتياجات التي تنشأ على المنشأة اللي هي المرونة تاني قدرة المنشأة على تكييف هيكلها المالي مع الاحتياجات التي تنشأ على المنشأة طبعا دي تعريف المرونة نيجي للمصطلح اللي بعده ان تكون انواع الاموال التي يحصل عليها المصروع مناسبة للاصول المستخدمة ده كمصطلح اسمه الملأمة لكن ده في نقطة فنية مهمة جدا برضى صحولك عشان لو جيت لك في الامتحان كلمة الملأمة معناها ان تتناسب انواع الاصول مع انواع الاموال طيب انواع الاصول كم نوعين اصول سابتة واصول دائمة انواع الاموال قرد قصير الاجل وقرد طويل الاجل الملأمة معناها ان ده يتناسب مع ده طب يتناسبه ازاي مستر هقولك يتناسبه ازاي لو انا خدت قرد طويل الاجل تاني قرد طويل الايه الاجل يجب استثماره في الأصول الدائمة اللي هي السابقة لو أنا خدت قرد قصير الأجل يجب استثماره في الأصول المتدولة تاني تاني القرد طويل الأجل طويل الأجل يعني السابقة على مدة كبيرة يجب أن يستثمر في الأصول الدائمة اللي هي السابقة أما القرد قصير الأجل يجب أن يستثمر في الأصول المتدولة طب دي القاعدة بتيجي بقى إزاي في الامتحان خلي بالك من اللي أنا هقوله لك دوت هجي لك سؤال كده صح وغلط يقول لك ايه استخدام القروض طويلة الاجل استخدام القروض طويلة الاجل في الاصول المتدولة له اثر سيء على بحية المشروع اه صح تاني استخدام القرد طويل الاجل في الاصل المتداول بيبقى ليه اثر سيء على المشروع اما استخدام القرد طويل الاجل في الاصل الدائم له أثر جيد على المسروع تاني تاني واكتب اللي أنا بقوله ده هنقوله كده على مهلنا وافهمه عشان بيجي بما بين السطوب وصح وغلط تاني استخدام القروض طويلة الأجل في الأصول المتدولة له أثر سيء على المسروع أو أثر سلبي أما استخدام الأصول استخدام القروض طويلة الأجل في الأصل الدائم أو السابت له أثر جيد على المسروع يبقى نخلي بالنا من النقطة دي مهمة جدا عشان ما يلغبطنش ويجي بها لي صح وغلط نقولها تاني عشان نقطة مهمة استخدام القرد طويل الأجل استخدام القرد طويل الأجل في الأصول المتدولة له أثر أثر إيه سيء أما استخدام القرد طويل الأجل في الأصول الدائمة أو السابتة له أثر جيد على ربحية المسروع طيب نقطة اللي بعد كده دراسة تهتم بعدالة التوزيع والدخل مهمة جدا جدا هي دراسة الجدوى الاجتماعية تاني دراسة تهتم بعدالة التوزيع والدخل هي دراسة الجدوى الاجتماعية مصطلح مهمة جدا اكتب ورايا اللي أنا بقوله ده دراسة تهتم بعدالة التوزيع والدخل دي دراسة الجدوى الاجتماعية طيب شكل من أشكال تقديم الأفكار غير مدفوع الأجل ده الإجابة لإعلان طيب في حاجة يا مستر كان فيها مدفوع الأجل برضو ولا غير مدفوع الأجل أفكرك بقى بص يا سيدي احنا عندنا حاجة اسمها المزيج التريجي المزيج التريجي يتكون المزيج التريجي ده من خمس عناصر طيب إيه هما يا مستر الخمس عناصر دول هقولك إيه هما رقم واحد أول عنصر فيهم الإعلان تاني عنصر النشر أو الإشهار طيب عرف لك ده عرف لك ده عشان عرفك الفرق بينهم وعلى طول بتقرف الامتحانات الإعلان وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع والخدمات تاني وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع والخدمات مدفوعة الأجل يبقى الإعلان هنا ماله النقطة الأخيرة رفعوا عليكم مدفوع لإيه الأجل تعال بقى نشوف النشر أو الإشهار شوفوا تعريفه إيه وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع والخدمات زي التعريف اللي أنا قلته بالضبط دلوقتي بتاعي الإعلان لكن آخر حاجة فيه غير مدفوع الأجر يبقى اللي بيميز الإعلان عن النشر والإشهار إن الإعلان مدفوع الأجر أما النشر والإشهار ماله غير مدفوع الأجر تاني تاني أنا مش هزأ أنت زاكر وإعمل اللي عليك وربنا إن شاء الله يكرمك بس انتبه الشوية لللي إحنا بنقوله بنقول تاني الفرق بين الإعلان والنشر والإشهار الإعلان وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع والخدمات خلي بالك ممكن يجي لك سؤال أكمل يقولك الإعلان وسيلة من وسائل تقديم الأفكار لنقط ونقط يبقى للسلع والخدمات الغير الشخصية طبعا بس ماله مدفوع الأجر أما النشر أو الإشهار وسيلة من وسائل تقديم الأفكار للسلع والخدمات بس مالها بقى غير مدفوعة الأجر يبقى دول الإعلان والنشر رقم ثلاثة في المزيج الطريقي عندنا تنشيط المبيعات يعني ايه تنشيط المبيعات تنشيط المبيعات جميع الحوافز اللي انا بعملها للمستهلك عشان يشتري بحفز المستهلك بنشط المستهلك عشان انشط انا مبيعات انا كمان يعني احفز المستهلك يعني نخش كده مكاني يقولك مثلا ايه اشتري ثلاث قطع تحصل على القطع الرابع مجانا ده اسمه تنشيط مبيعات اشتري بألف جنيه تاخد خصم 15% ده اسمه تنشيط المبيعات يبقى تنشيط المبيعات معنى ايه حافز انا بعمله للمستهلك عشان يشتري يبقى كده عندك ثلاثة اعلان مدفوع الاجل خلي بالك من الكلام اعلان مدفوع الاجل نشو اشهار غير مدفوع الاجل تنشيط المبيعات حافز نيجي الراقم اربعة البيع الشخصي يعني ايه البيع الشخصي عملية بيع شفوية قائمة على الاقناع تاني عملية بيع شفوية قائمة على الاقناع يعني ايه البيع الشخصي ده عملية بيع شفوية كلام قائمة على الاقناع يعني الباع بيفضل يتكلم ويحاول يقنع المستهلك بشطة الطرق ودي موجودة عندنا كتير اللي هي بتقابلنا حد ييجي يخبط على البيت احنا معانا ييجي يقولك مثلا احنا معانا طقم كذا وبنبيعه ويفضل ربع ساعة يتكلمك على المنتج ومصفاته قد يكون المنتج ده مسيء الوجل ده بيروج للسلعة بتاعته عن طريق حاجة اسمها البيع الشخصي افكرك تاني واقولك الاعلان اكتب الكلام ده الاعلان مدفوع الاجر النشر والاشهار غير مدفوع الاجر تنشيط المبعات هو حافز للمستهلك البيع الشخصي هي عملية بيع شفوي قائمة على الاقناع فضل اخر حاجة لعلاقات العامة وده مصطلح مهم جدا هي وسيلة اتصال المنظمة بجمهورها تاني العلاقات العامة وسيلة اتصال المنظمة بجمهورها يبقى كده المزيج التوريجي عندك خمسة يبقى المزيج التوريجي خمسة الاعلان نقول تاني مع بعض الاعلان ماله مدفوع الاجر النشر والاشهار غير مدفوع الاجر تنشيط المبعات هو حافز للمستهلك البيع الشخصي عملية بيع شفوية قائمة على الاقناع عندنا العلاقات العامة هي وسيلة اتصال المنظمة بجمهورها نشوف السؤال اللي بعد كده اختار ارقام العبارات ده اتقرر في امتحان الفين وتمنتاشر واتقرر في امتحانات كتير ييجي السؤال يقولك ايه اختار ارقام العبارة الخطأ فقط الاول انا هاشرح ازاي جاول طيب عندنا مثلا سبع نقط او تمن نقط طبعا السؤال في الامتحان بيجي واحد اتنين تلاتة اربعة العبارات اللي جابالك اللي اقول صح او ايه او خطأ فهو بيقول لي اختار منهم ارقام العبارة الخطأ فقط هنفترض ان اول جملة خطأ ما كتبلوش اول جملة بقى امان اعمل ايه اختار الرقم يبقى حطوله واحد واحد دي غلط بعدها رقم تلاتة كانت غلط احط تلاتة زي ما هنشوف دلوقتي في النموذج اللي احنا جايبينه ده طيب نبص كده على اول حاجة في اختار ارقام العبارات الخطأ اصحاب القروض يتحملون مخاطر اعلى من حملة الاسهم اصحاب القروض يتحملون مخاطر اعلى من حملة الاسهم طيب هو يعني هي مستر حملة الاسهم ويعني هي حملة القروض طبعا احنا عندنا صاحب المنشأة عندنا فيه حاجة اسمها مصادر تمويل المشروع مصادر تمويل المشروع أربع مصادر لتمويل أي مشروع وده سؤال بيجي لك مقالي أول حاجة التمويل الداخلي وده عن طريق أملاك أصحاب المشروع اللي هو الأسهم والسندات تمويل داخلي يعني أنا كصاحب مشروع عايز أزود رأس المال فما بجيبش من بره بجيب من جوه من جوه منين؟ من المساهمين اللي هم ملاك المشروع بزود رأس المال بتاعي عن طريق الأسهم والسندات يبقى خلي بالك أسهم والسندات يبقى اسمه تمويل إيه؟ يبقى تمويل ملاك أصحاب المشروع يسمى تمويل داخلي ولا خارجي رفع عليكم تمويل داخلي وما اللي يعني يبقى تمويل خارجي تمويل الخارجي معناه الاقتراض من البنوك أو الشركات اللي بتساهم في المشروعات زي تنمية المشروعات الصغيرة وخدمة المستثمر الصغير كل ده تمويل خارجي يعني من بره يبقى احنا عندنا دلوقتي نوعين من التمويل اول نوع تمويل داخلي عن طريق اموال او املاك مملاك اصحاب المشروع السموساندات تمويل خارجي عن طريق الاقتراض من الخارج من البنوك من المنشآت اللي بتساعد المشروعات الصغيرة طيب لو جلنا سؤال كده واختار من بين الاقواص يعتبر التمويل عن طريق البنوك بين كوسين خارجي ولا داخلي ابتدأ نفكة بنك يبقى من بره يبقى خارجي اما لو قال لك يعتبر تمويل ملاك اصحاب المشروع تمويل داخلي ولا خارجي ملاك اصحاب المشروع دول اللي جوه يبقى ده تمويل ايه داخلي يبقى كده نوعين تمويل داخلي وتمويل خارجي أما التمويل التالت تمويل بالاستئجار التمويل الرابع عن طريق الاقتمان فيه ده بيبقى ينفع فيه الأصول المتدولة يبقى أربع مصادر لتمويل أي مشروع تعالوا بقى للسؤال بتاعنا السؤال بتاعنا بيقول إيه حملك أصحاب القروض أصحاب القروض يتحملون مخاطر أعلى من حملة الأسهم الإجابة هنا خطأ خطأ ليه اللي بيتحمل درجة مخاطر أعلى حملة الأسهم هم اللي بيتعرضوا للمخاطرة وبيتحملوا مخاطرة أكثر من حملة القروض يعني ببساطة كده باللغة بسيطة كده عشان تفهم أنا لو أنا باخد كارد من البنك أو مطلع كارد أو الكلام ده كله فيه فايدة متحددة فأنا عارف الفايدة بتاعتي كام أما السهم تعرفين الأسهم والسندات تطلع تنزل فاللي بيخاطر أكتر اللي بيتحمل اللي بيخاطر أكتر اللي شايل السهم أو السند شايل هم السهم يطلع السهم ينخفض السهم السعب فكده بيبقى عاش في علاء عشان كده بنقول مين اللي يتحمل مخاطر أكتر رفع عليكم حملت الأسهم اللي معهم أسهم أو اللي مطلعين أسهم بيتحملوا مخاطر أكتر من حملت مين القروض خلي بالك من الجملة دي مهمة جدا 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 هقولها تاني هقول الجملة الصح يعني الجملة الصح وأنت أي جملة بخلاف دي تبقى غلط حملت الأسهم يتحملون مخاطر أعلى من حملت القروض ده الأصل بتاع الجملة بتيجي إزاي في الامتحان بقى يفضل يلف ويدوف في الامتحان على الجملة دي يعني يقولك مثلا إيه حملت الأسهم يتحملون مخاطر أقل من حملت القروض أقول له لا غلط حملت القروض يتحملون مخاطر أعلى من حملت الأسهم أقول له لا غلط يجي لي كده أبقى أنا فهمها طيب لو قالك كده حملت القروض يتحملون مخاطر أقل من حملت الأسهم أقول له كده انت صح بقى لان مين اللي بتحمل مخاطر اكتر رضو عليكم حملت الايه حملت الاسهم ونننساش النقطة دي نبص على النقطة اللي بعدها طبعا اول واحدة دي غلط يبقى اختار رقم واحد دي خطأ التسويق عملية من عمليات البيع التسويق عملية من عمليات البيع ايه انا سمع حد بقولي لا مستر انت لسه قايل ان البيع هو اللي عملية من عمليات الايه رضو عليكم بص البيع جزء من التسويق تاني البيع جزء من التسويق عشان كده يبقى البيع هو عملية من عمليات التسويق ده احنا بنقول ايه بنقول ان التسويق عام واشمل تاني عام واشمل يعني ايه عام واشمل يعني اكبر واشمل وفي المعنى كبير عن البيع البيع ده جزء من عملية التسويقية عمليات تسويقية بتشمل حاجات كتير جدا من ضمنها البيع يبقى البيع جزء منين من التسويق يبقى العبارة دي كمان خطأ انا بقى لو بجرب السؤال ده بيقول لي اختار الارقام يبقى انا كده رقم واحد اقول له كده واحد خطأ اتنين خطأ طيب نبص على النقطة اللي بعدها الاستثمار السابت يتكون من استثمارات ملموسة فقط لا العبارة هنا برضو خلط طب هو ايه مستر يعني ملموسة طب انا هقول لك الاول الجملة معناه استثمار السابت يتكون من نوعين من الاستثمارات استثمار ملموس واستثمار غير ملموس بس استثمار كلمة استثمار يعني بص انا دلوقتي مثلا بعمل مشروع فالمشروع ده جبت آلة تمنها مئة الف جنيه انا كده باستثمار فلوسي في الآلة مئة الف جنيه اما جبت الآلة دفعت لها جمارج عشر تلاف جنيه ونقل عشر تلاف جنيه وتركيب عشر تلاف جنيه بنا دفعت تلاتين الف جنيه الملموس مين؟ الملموس تمن الألة بس الملموس ده اللي قدامي تمن الألة ممئة الف اه للتانيين اتدفعهم تلاتين الف دول اتدفعهم دفعت فلوس في دراسات جدوى دفعت فلوس في مكاتب استشارية دفعت فلوس في نقل ومواصلات كل ده جميل اتدفع بس غير ملموس انت لما بتروح تشتري حاجة يعني بمثال بسيط كده عشان الطلبة تفهمنا رحت اشتري بانطلون فالبانطلون تمنه ميت جنيه فانا ركبت من وصلات رايح وركبت من وصلات جاي كلفتني عشرين جنيه انت الوقتي اللي لمسوا بيدك ايه البانطلون اللي هو الملموس بميت جنيه طب التانيين الصرفوا ولا ما الصرفوش الصرفوا بس غير ملموس بس الدفعوا خلاص يبقى الاستثمار عندي السابت بتكون من نوعين من الاستثمارات استثمارات ملموسة واستثمارات غير ملموسة طبعا العبارة هنا تبقى خطأ وبقول له مش فقط لا مش ملموسة بس ملموسة وايه وغير ملموسة النقطة اللي بعدها التوزيع من عناصر المزيج التريجي التوزيع من عناصر المزيج التريجي طيب خليك معايا كده بيقول لي ايه التوزيع من عناصر المزيج التريجي طيب انا لسه اقل من شوية هفكرك تاني لان السؤال ده بتقرر وانا مش هزق من التقرار طيب ما حاجة هتفيدك يبقى انت كمان زاكر عشان تقدر تحل بص عناصر المزيج التسويقي اربعة ايه هما منتج سعر توزيع وكمان عندنا المزيج التويجي هو بيقول لي بقى ده كده عناصر المزيج التسويقي اما عناصر المزيج التويجي خمسة لسه اقلينهم اعلان تمام نشر اشهار وايه تاني وايه البيع الشخصي والعلاقات العامة وتنشيط المباعات هو جاهب لك واحدة بيقول لك بقى ايه التوزيع من المزيج التويجي انا قلته من الخمسة لا طبعا يبقى هنا العبارة هنا خطأ التوزيع ده من المزيج الايه ببقى عليكم من المزيج التسويقي ويطلق عليه خلي بالك من الجملة اللي هقولها دي المزيج المكاني طب ليه خلي بالك عشان المصطلح التوزيع هو مكان تواجد السلعة تاني التوزيع هو مكان تواجد الايه السلعة يجي يقول لك ده علامة صحة او غطأ او خطأ السوق هو مكان تواجد السلعة اقول له لا خطأ التوزيع هو اللي مكان تواجد السلعة اه خلي بالك من النقطة دية لو انت مش مذاكر اه ده جملة جميلة سهلة بيقول لي بيقول السوق هو مكان تواجد السلع اه صح لا هي خطأ التوزيع هو مكان تواجد السلع عشان كده بيطلق عليه التوزيع المكاني نيجي للنقطة اللي بعدها يجب على الشركة التي تتجه مبيعاتها نحو الانخفاض ان تستخدم القروض في هيكلها جملة كبيرة او يا مستر يعني ايه طيب في عندنا الشركة لما مبيعاتها في عندنا حاجة اسمها العوامل التي تؤثر في الهيكل التمويلي يعني ايه لما اجي اعمل هيكل لتمويل بتاع المشروع بتاعي في عوامل كده بابقى لازم اخد بالي منها من ضمن العوامل دي الملأمة اللي احنا قلناها والمرونة وحجم الشركة وحجم المبيعات بمعنى ايه اذا كانت مبيعات الشركة دي حاجات اقتصادية بتفيد المشروع الصغير بتقول ايه اذا كانت مبيعات الشركة تتجه نحو الارتفاع نحو الايه الارتفاع فانا ممكن في الحالة دي يعني ارتفاع يعني ببيع ايه كتير طب بكسب ولا بخسر بكسب كده انا ممكن اقترض وانا متأكد ان انا سدد القرد ده اما اذا كانت مبيعاتي تتجه نحو الانخفاض فعلى الشركة انت تجنب القرود يعني ايه بتحط القرود في هيكلك المالي طب ليه هو انت الوقتي مبعاتك بتنخفض طب مبعاتك بتنخفض دي يعني بتخسر ولا بتكسب اه بدأت تخسر بدأت تخسر يعني الاتزامات اللي عليك ما بقيتش قادرة تدفعها تقوم تيجي تقترض قرد تاني وتزود الاتزاماتك كده العبقة هيبقى تبير جدا فاحنا بالنصيحة يعني مش احنا في المنهد بيقول بيقول اذا كانت مبيعات الشركة تتجه نحو الارتفاع فممكن تحط في هيكالها المالي القرود اما اذا كانت مبيعات الشركة تتجه نحو الانخفاض فعلى الشركة تجنب الاقتراض ووضع القرود في هيكالها المالي بقى ما تقترضش الشركة لما تكون مبيعاتها بتنخفض النقطة اللي بعد كده تنقسم عناصر المشروع الى تدفقات نقدية خارجة ونقط ونقط من ضمن الاسئلة المهمة جدا جدا عناصر المشروع تلات عناصر تاني عناصر المشروع تلات عناصر التكاليف الارادات وعمل المشروع تاني تكاليف ارادات وعمل المشروع التكاليف اوعة تنسى التكاليف تسمى تدفقات نقضية خارجة أما الإرادات تسمى تدفقات نقضية دخلة عمر المسروع يعني فترة زمنية طب ده بيجي في الامتحان طبعا بيجينا في الامتحان ممكن يجي يقولك كده اختر الإجابة الصراحة من بين الأقواص تعتبر التكاليف تدفقات نقضية بين كسين دخلة ولا خارجة تكاليف يبقى خارجة بينما الإرادات تدفقات نقضية إيه دخلة طيب تعريف المشروع هو عن إنساء المشروع هو نشاط تستخدم فيه تستخدم فيه الموارد وتنفق من أجله الأموال من أجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة اهو التعريف ده اللي فيه العناصر لإزاي المشروع نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من أجله الأموال اللي هيتنفق اللي هيخرج من جيبي اسمه ايه؟ اسمه تكاليف وطالما خرج من جيبي يبقى اسمه تدفقات نقدية دخلة من اجل الحصول على عوائد فلوس او حاجاتها تدخل جيبي يبقى الارادات اسمها تدفقات نقدية دخلة نشوف كده السؤال الاخير معانا المنتج من عناصر المزيج رابو التسويقي بينما النشر والاشهار من عناصر المزيج التريجي لم تعد كلمة السوق تعني المكان وانما اصبحت تعني المستهلك اينما وجد ورقوا قلم ويكتب دول هقولهم تاني المنتج من عناصر المزيج التسويقي بينما النشر والاشهار من عناصر المزيج التريجي لم تعد كلمة السوق تعني المكان وانما اصبحت تعني المستهلك اينما وجد ده طبعا كانت جزء او مراجعة من جزء مراجعة ليلة الامتحان باذن الله اللي بفكرك تاني قوعة تقلق معاك ان شاء الله باذن الله ليلة امتحان المشروعات مراجعة كاملة وفيها جزء العملي المتوقع باذن الله طبعا احنا بنسكر كل القائمين على المجهود دوت نسكر العاملين في القناة نسكر ادارة التعليم الفني اللي قتحت لنا الفرصة كده وقتحت لك انت كمان كطالب الفرصة ان نبقى معاك مراجعة ليلة الامتحان وارجو النهاردة تكونوا فهمتم واشكركم ونلتق ان شاء الله في الحلقة القادمة مراجعة ليلة الامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة